نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مدللا ومن يبلل فلا هاديلا وأشار الله إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشار أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا حتى اتقوا الله حق توقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فاعتسموا بالكتاب والسنة فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها معاشر المسلمين إن من أرفع مقامات العبودية وأجل العبادات القلبية مقام التوكل على الله تعالى وتفويض الأمور إليه فهو من خير مسالك الصالحين وأعلى مدارج السالكين ولا يقوم به على وجه الكمال إلا خواص عباد الله المؤمنين وقد أمر به تعالى وحضَّ عليه في غير آية من كتابه العزيز فقال عزَّ من قائل ربُّ المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا وجعل الله تعالى التوكل من فرائب الإيمان فقال وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعظَّم شأن التوكل فقرنه بعبادته قال تعالى فاعبده وتوكل عليه وهث عليه أنبياءه عليه السلام قال تعالى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين والتوكل على الله تعالى من أعظم أسباب دخول الجنان وتحسيل ربا الرحمن بل هو سبب لدخول الجنة بغير حساب ولا عذاب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون وزاد في رواية ولا يكتوون رواه البخاري ومسلم والتوكل عباد الله من أعظم أسباب الخروج من المشائب وجلب الأرزاق والرغائب فالمتوكل يعيش في حسب الله وكفايته ويجري في عين الله ورعايته قال الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه وعن أمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله لرزككم حق توكله لرزككم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا رواه أحمد والترمذي وحسنه فمن حقق التوكل على الله بقلبه ساق إليه رزقه بأدنى سبب وأيسر سعي قال بعد السلف توكل تسق إليك الأرزاق بلا تعب ولا تكلف فالمتوكل على الله تعالى يحصل له بتوكله من جلب المنفع ودفع المضرة ما لا يحصل لغيره وقد عني سلف الأمة بالتوكل على الله وهف في الناس على العناية به قال سعيد بن جبير رحمه الله التوكل على الله جماع الإيمان وقال الحسن البصري رحمه الله أفضل العلم الورع والتوكل وجاء رجل إلى وهب بن منبه رحمه الله فقال علمني شيئا ينفعني الله به قال أكثر من ذكر الموت وأقصر أملك وخصلة ثالثة إن أنت أصبتها بلغت الغاية القسوى وظفرت بالعبادة قال ما هي؟ قال التوكل أيها المسلمون إن حقيقة التوكل مركبة من أمور لا يتم التوكل إلا بها فأولها معرفة الرب عز وجل وصفاته من قدرته وكفايته وقيوميته وانتهاء الأمور إلى علمه وصدورها عن مشيئته وقدرته وثانيها رسوخ توحيد الله في القلب فلا يستقيم توكل العبد حتى يصح له توحيده ومتى التفت العبد إلى غير الله نقصت شعبة من شعب توكله وثالثها اعتماد القلب على الله تعالى وسكونه إليه فلا يسكن إلى الأسباب ولا يركن إليها بل يخلعها من قلبه ويلبسه السكون إلى خالقها فلا يبالي بإقبال الأسباب وإدبارها سئل الإمام أحمد رحمه الله أي شيء صدق التوكل على الله قال ألا يكون في قلبه أحد من الآدميين يتمع أن يجيئه بشيء ورابعها تفيض الأمور إلى الله تعالى حتى يرى العبد أن تدبير الله تعالى له خير من تدبيره لنفسه فلا يجد له أصلح ولا أرفق من تفيض أموره إلى خالقه وبارئه وخامسها إثبات الأسباب التي قدرها الله عز وجل لحصول المطلوب ودفع المرهوب فمن أنكر الأسباب لم يستقم توكله فمتى تحقق العبد بهذه المقامات وقعت قدمه على التوكل وأثمر الله في قلبه رضا بقضائه وقدره وإيمانا راسخا في القلب وأعزيمة على الخير والبر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وأشار الله إلا الله وحده لا شريك لا وأشار أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فإن تحقيق التوكل على الله أيها المسلمون وتفويض الأمور إليه والاستسلام لحكمه وقضائه لا ينافي السعي في الأسباب التي قدر الله سبحانه بها المقدورات وجرت سنته في خلقه بذلك فإن الله تعالى أمر بتعاة الأسباب ما عمره بالتوكل فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة له والتوكل بالقلب عليه إيمانٌ به كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم وقال وأعدوا لهم ما استتعتم من قوة ومن رباة الخيل وقال تعالى فإذا قُبيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله أعقلها وأتوكل أو أتلقها وأتوكل قال اعقلها وتوكل رواه الترمذي وحسنه الألباني وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل جلس في بيته أو في المسجد وقال لا أعمل شيئا حتى يأتيني رزقي فقال هذا رجل جهل العلم ثم قال رحمه الله كان الصحابة رضي الله عنهم يتجرون ويعملون في نخيلهم والقدوة بهم وسأل رجل الفضيل بن عياد رحمه الله فقال لو أن رجلا قعد في بيته وزعم أنه يثق بالله فيأتيه برزقي فقال الفضيل لم يفعل هذا الأنبياء ولا غيرهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم آجر نفسه وأبو بكر وعمر ولم يقولوا نقعد حتى يرزقنا الله عز وجل ومع ذلك فلا يجوز للإنسان أن يعتمد على الأسباب التي قدرها الله ولا يركن إليها فإن من تمام التوكل قتع علاقة القلب بالأسباب وتعليقه بالعزيز الوهاب وأعظم من ذلك تعليق القلوب بالأموات والغائبين والتوكل عليهم وتفيض الأمور إليهم فذلكم الشرك الذي نهى الله عنه وعذَّم خطره وأبعد صاحبه وطرد فالله الله عباد الله في توحيد ربكم وتعليق القلوب به والإعتماد عليه وخلع كل من سواه قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا إلي ناقفو سينالسلامي إليهم كون خطبا أغسلن يرسل نوو وكال ينبو السلامة أغواجب بوارغا أغتلاس بوارغا ميني مسايية بعض الم POLícia وطرد أغسلن يرسل dances أغسلن يرسلسل أوضالل أغسلن يرسل أوضالل أوضال أوضالل اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة